اهلا بكم من جديد فتح مجلس المناقصات والمزايدات 17 مناقصة تتبع 8 جهات حكومية ابرزها مناقصة الخدمات الاستشارية لمراجعة الوثائق والاشراف على تنفيذ مشروع المدينة الرياضية بالصخير الحزمة الاولى التابعة لوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الممول من الصندوق السعودي للتنمية تقدم لها ثلاث عطاءات اعلاها بقيمة 7.4 مليون دينار وادناها بقيمة 2.6 مليون دينار وطرحت وزارة الاشغال مناقصة الخدمات الاستشارية الهندسية لأعداد دليل البحرين لتصاميم الطرق الداخلية الحضرية تقدم لها ثلاث عطاءات اعلاها بقيمة 1.287 مليون دينار وادناها بقيمة 288 ألف دينار كما طرحت شركة طيران الخليج مناقصتين الأولى تمويل لبيع وإعادة تأجير أربع طائرات من طراز 787 بي تقدم لها ثمان عطاءات دون تحديد القيمة والأخرى لتوفير أكياس بلاستيكية تقدم لها تسع عطاءات أدناها بقيمة 247 ألف وثلاثمائة وثمانية آلاف دينار أنهت برصة البحرين تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من أسهم البنوك والاستثمار وصعد المؤشر العام للسوق البحريني بنسبة 2.9% إلى المستوى 1511.2 نقطة رابحا 42.91 نقطة خلال الأسبوع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم المتداولة في برصة البحرين خلال هذا الأسبوع 31 مليونا ومائة وثمانية وثلاثين ألفا واربعمائة وثلاثة وثلاثين سهما بقيمة إجمالية قدرها 9 ملايين وستمائة وخمسة وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 569 صفقة تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 29 شركة ارتفعت أسعار أسهم عشر شركات في حين انخفضت أسعار أسهم تسع أخرى واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني بنك انفست كورب والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية يوصل تحالف دعم الشرعية في اليمن جهوده لمساندة اليمن بدعم تحقيق الأمن الغدائي وذلك من خلال ابتكار زراعة البيوت المحمية كأحدث مشاريع التنمية ودشن البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن إحدى الأدرع الإنسانية للتحالف العربي ضمن مرحلة إعادة الأمل حزمة من المشاريع في مديريات محافظة حجة شملت قطاعات الزراعة والصحة والطاقة والثروة السمكية وقع المغرب والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتفاقية منحة بقيمة 94 مليون دولار أمريكي مخصصة لتقديم الدعم لبرنامج شمولي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ويتألف البرنامج من برنامج متكامل للتنمية المحلية يرم تحسين الحكامة وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما فيما يتعلق بخلق قطب تكنولوجي لتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز داخل إحدى المؤسسات الجامعية ودعم الأنشطة التي تساهم في تعزيز متانة المجتمع من خلال دعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات للشباب في وضعية صعبة